بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي جماهير الاهل العظيمة جماهير اعظم نادي في الكون اهلا مرحبا بكم على قناتكم قناة النادي الاهلي وحلقة جديدة من استوديو التحليلي ومباراة مهمة جدا 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 امام بيراميدز في الاسبوع الـ 25 من الدوري الممتاز طبعا ماتش مهم جدا كل الماتشات اللي جاية ماتشات مهم ماتشات مهمة لانها في مسيرة النادي الاهلي نحق الوصول لقمة الدوري اللي هو بايد عنها بسبب أن ليه مبارتين مؤجلتين زي ما حضرتكم عارفين ماتشين النهاردة استكمال للشهر المضغوط والمباريات الصعبة اللي كل 3-4 أيام عارفين طبعا نادي الأهلي ليه ماتشين مؤجلين بسبب اشتراكه في بطولة أفريقيا واللي وصل فيها لنهائي البطولة وبنسبة الأرقام والإحصائيات اتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء أو الإحصاء والتاريخ أصدر أمس أو أول أمس الإحصائية بتاعت شهر يوليو لترتيب الأندية العربية والإفريقية والعالمية نادي الأهلي مش أنا اللي بقول ده الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يقول ايه نادي الأهلي في المركز رقم 21 عالميا متفوق على بعض الأندية العالمية زي بريستانجرمان زي اليوفي يوفينتوس زي روما نادي الأهلي في المركز الواحد وعشرين عالميا وفي المركز الأول عربيا وإفريقيا مركز الأول عربيا وإفريقيا والنادي المصري اللي بعديه نادي بيراميدز في المركز رقم 117 عالميا نادي الأهلي مركز واحد وعشرين ثم يأتي نادي بيراميدز في المركز المية وسبعتاشر عالميا نادي الأهلي كان بيلعب في بطولات كتير في البداية نادي الأهلي بقاله سنتين ثلاثة مضغوط نادي الأهلي راح منه الدوري السنة اللي فاتت وعشان كده فيه ضغوط جمدة جدا 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 عليه السنة دي علشان النادي الأهلي إن شاء الله يجيب البطولة اللي ضايع منه السنة اللي فاتت بفعل فعل أسرنا آه زي ما بنقول ولكن البطولة ضاعت بفعل فعل